اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الذي تم بالضبط وكيف سارت الامور كان هناك تهيئة سبقت ذلك باغتيال ابو اليمامة وبعد ذلك اعلان النفير العام وظهرتم انتم ووزير الداخلية بموقف كان اعتبره الكثير من اليمنيين معبرا عن ارادة الدولة ما الذي تم خلال هذه الفترة هو بعد اغتيال ابو اليمامة من قبل اطراف معروفة سلفا وتفكيرات شرطة الشيخ عثمان ادركنا نحن ان هذه الاعمال تمهيد للانقضاض على الدولة تأتي في سياق سيناريو متكامل الحلقات لكي يعني ايجاد المبرر القوي لكي ينقضوا على مؤسسات الدولة وعلى الدولة والسيطرة على مدينة عدم كانت هذه خطتهم ونحن كنا مدركين لهذا الامر من البداية فانا ذهبت للاخل وزير الداخلية وكان التواصل مستمر مع قادة الوحدات العسكرية والامنية على اساس انه نحن نتصدى بما نستطيع وما نملك من امكانيات محدودة انت كما تعرف طوال شهر رمضان كانت الامارات العربية المتحدة تأتي بسفن محملة في المصفحات وبالاطقم العسكرية حتى وصل عدد الاطقم الذي انزلوها في ميناء عدن في شهر رمضان 1500 طقم عسكري هذا من غير المصفحات التي زادت اعدادها في الليلة الاخيرة للمعركة على 400 مصفحة التي نزلت في شوارع عدن كانت هذه التهيئة ضخمة كان اعداد ضخمة المعركة كبرى نحن في المقابل كنا نهرب الدولة نعم الحكومة تهرب السلاح المتوسط والخفيف من محافظة مارب ومحافظة شبوة عبر طرق التفافية الى داخل مدينة عدن رغم هذا الفارق الكبير في التسلح وفي الامكانيات وحتى في وجود الجنود وانضباطهم داخل المعسكرات جنودهم متكاملين العدد يشرف عليهم ضباط اماراتيين لانهم يستلموا بالعملة الصعبة اما جنودنا فكانوا لا يستلوا مرتباتهم بالعملة المحلية كما يجب وكانت الامكانيات محدودة والتغذية فيها صعوبات ومع ذلك قررنا ان نواجه هذا المشروع مهما كان الثمن لا لن يعني كان قررنا اننا لن نسلم لهم مدينة عدن بالهنجمة وبالكلام لا بد ان نواجه في المعركة فعلا بدأت الاحداث في يوم 4 اغسطس صعدت يوم الخامس من اغسطس ومثل ما استمرت الى الثامن وبعدين تداعيات وذيول المعركة استمرت الى ما بعد كانت المعركة شديدة وشرسة السيطر والوية الحرس الرئاسي على كريتر وعلى خير مكسر وعلى محيط المطارب كامل وفي قوات امنية سيطرت في المنصورة لكن نتيجة للمحدودية الذخائر محدودية الغذاء لم يتم التمكن من مواصلة المعركة مع الدعم الذي ايال القوات التي لم تصل الحسن في البداية جاءت الوية جاءت من الضالع من ردفان الوية الحزام الامني والقوات الموجودة في لاحج اشتركت الوية كانت يجهزونها في رأس عباس دخلت الى المعركة ايضا الاماراتيين خرقوا كل السلاح اللي في معسكراتهم منها العربات والمصفحات التي وصلت الى 400 مصفحة اما الاطقم فقد امتلأت بها عدن كانت مواجهة طبعا غير متكافئة ومع ذلك قدم ضباط وصف جنود الشرعية والمواطنين الذين التفوا مع الشرعية قدموا نموذيك في الاستبسال رغم النتيجة التي حصلت لكن اظهرت الشرعية انها ليست بالشيء باللقمة السهلة باللقمة السهلة طبعا اخر يوم بعد ان نفذت الذخيرة والتموين على الوحدات العسكرية التابعة لنا ان ذابوا في المدينة ونحن طبعا جاءونا الاخوة السعوديين في سبع عربات ونقلونا الى المطار نحن والاخ احمد الميسري ومن هناك نقلنا الى الرياض من المملكة العربية السعودية طيب قبلها انتم ظهرتوا في تسجيل مع الوزير الميسري وكان معكم قائد المنطقة العسكرية الرابعة وايضا عدد من ضعب تقريبا قائد القوات الخاصة بعدها مباشرة وجدنا ان هؤلاء ذهبوا باتجاه المجلس الانتقالي وعلنوا انضمهم من القوات كيف يمكن ان نفسر هذا التحول نحن كن نتعامل معهم على اساس بيادات عسكرية داخل اطار الجيش الوطني من هذا المنطلق لم نكن نعرف ان هؤلاء انا بالحقيقة كان لدي توجس لكن بشكل عام كان يعني لابد ان نتعامل مع قيادات عسكرية وكان مطلوب منهم ان يحركوا الوحدات التابعة لهم في هذا المعركة لكن لم يحصل شيء وانكشف الدور الذي لعبوه هؤلاء فيما بعد كانوا موجودين للتثبيت وكانوا موجودين يعني انه لابد من الدخول في محادثات وهذا بعض الاقتراحات التي طرحت في اليوم الثاني للمعركة وانه لابد من الوصول الى حل معين طبعا عندما يكون العدو والقسم يواجهك بالساحات والسلاح فأي حل يستطيع شخص في تلك اللحظة عسكري لما يكون ضابط عسكري يدور الحل السياسي فهذا امر فيه شبه هل كانوا يقوموا بدور وسط قائد منطقة العسكري الرابعة يقوم بدور وسط لا هو كان ومعها اشخاص اخرين كانوا موجودين طرحوا انه هل نبحث عن حل ونشوف الى بعض الاخوان ونرسلهم الى الطرف الثاني وهكذا نتحاور ونشوف حل لما يكون قائد المنطقة العسكرية قائد الجيش في عدنهم يتحدث في هذا الاسلوب بدل ما يدافع عن مؤسسات الدولة ويدافع عن الدولة ويأتي لدور حل فهذا واضح انه يعني قد انحج الى الطرف الآخر واتخذ موقع الى جانبهم طيب خلال الفترة الستة الايام التي كنتم فيها بدعة الاحداث هل كان هناك تواصل مع رئاسة الحكومة مع رئاسة الجمهورية مع نائب رئاسة الجمهورية مع وزير الدفاع كانوا يتواصلوا مع الاخ وزير الداخلية ونحن كنا مشغولي لم نكن أنا شخصيا لم أكن أسأل ماذا تم ماذا تم عليه التواصل كان يهمنا انه كيف نستمر في المعركة وكيف نصل الى حسم لهذه المعركة ولو او المرحلة التوقف في هالنار بحيث لا تسقط عدن بيدهم لكن للأسف يعني حصل ما حصل هذا الموقف الرسمي هل هناك نتيجة تعرض لضغوط كما يقال ام انه ايضا جزء من المحاولات عدم اغضاب الاماراتيين والسعوديين يعني الموقف الرسمي الموقف الرسمي في معركة في الانقلاب الثاني في انقلاب المرسل كيف كان الموقف الرسمي تقصد انه كان لم يكن بالمستوى المطلوب هو اشوف وجود القيادة السياسية في الرياض والرياض حليف للامارات وفي تداخل وفي تشابك في الامور هذا اثر على المشهد العام اما في الحقيقة يعني لا يمكن ان يكون الرئيس والقيادة السياسية الا بجانب جيشهم الوطني وبجانب قواتهم على الارض صحيح كثير من الناس اخذوا عليهم انهم لم يصرحوا لم يتكلموا لكن احيانا يكون السكوت افضل من الكلام عندما تكون مقيد الحركة لكن الدولة هي موقف والمسؤولية هي موقف اكثر انتم ربما خاطرتم بحياتكم في بقاءكم في عدم حين انسحبت انسحب باقي الوزراء وباقي المسؤولين وصمتوا كيف يمكن ان نفهم موقف وزير الداخلية وزير النقل والموقف الشجاع مقابل التخاذ من بقية اعضاء الحكومة او المسؤولين لماذا انا لا اريد ان اقيم موقف الزملاء العزاء ولا اريد ان ادخل في مسائل كهذه لانه كل شخص يتخذ موقفه بناء على الظروف التي يعيشها وبناء على المواقف المسبقة الرؤية المسبقة التي لديه فنحن نتكلم بشمول عن المعركة وزملنا وكثيرين منهم عشنا مع بعض وعانينا وقاسينا وليس لدي شك في اخلاصهم للقضية الوطنية لكن تعرف لما تكون حكومة في المنفى حكومة بالشتات تتقيد بظروف احيانا المراقب او الشخص العادي لا يستطيع ان يدرك كنها لذلك نحن نعذر من لم يتحدث لكن لن نعذرهم بالاستمرار اكيد لا نحن ولا جماهير الشعب ولا الاخرين بالاستمرار في عدم الوقوف الجدية امام القضايا واستمرار الوضع بهذا الشكل الذي يجب ان يكون فيه الوضوح بعد خمس سنوات حرب بعد صيود مدينة عدن لابد منه الوضوح لابد منه لقوف امام الاشياء ولابد ان نسمي الامور بمسميات الان لم توجد رواية رسمية تتحدث عما دار وعما تلا هذه المرحلة انتم بعد خروجكم بواسطة درعات للسعودية الى مطار عدن وبعدها نقلكم كيف تم التعامل معكم من قبل الجانب السعودي وايضا هل تلقيتم تطمينات بانه لن يتم ما حدث في عدن من نهب وتصفيات لعدد من الاضطاط والمجندين وحتى المواطنين الذين وقفوا مع الشرعية نحن لما نقلنا بالطائرة الى الشرورة وبتنا هناك في الشرورة كان اليوم الثاني يوم عيد نعم كنا بدون نوم عدة ايام ونمنا الى الظهر وقمنا 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 للغداء وتعاودنا وفي المساء قام قايد قطاع الشرورة عزومة كبيرة حضرناها وحضرها ضباط الجيش السعودي وكانوا في قمة الادب والتواضع يعني اشعرونا باننا بينهم كاخوة اليوم الثالث اتت الطائرة الصغيرة هنا قلتنا الى الرياض واستقبلنا العميد السعودي الذي كان قائد في عدن في هذه قاعدة الملك سلمان وكان استقبال طيب ونقلونا بعدين الى الفندق نحن طبعا نحمل لهم تقدير والشكر على تدخلهم وما فعلوا لانه قد كنا يعني بندخل في معركة التحامية وكانت فستذهب عشرات اللي لم يكن المئات من البشر ونحن لم نكن نريد ان نصل الى ان تصل حمامات الدم الى هذا المستوى بعد ان شعرنا ان المعركة لن يتم حسمها عسكريا من طرفنا شعرنا ان الحرب سجال والحرب كر وفر ومن ثم قررنا الذهاب الى المملكة العربية السعودية طيب التقيتم بالرئيس هادي والتقيتم بالمسؤولين السعوديين واجريتم حتى لقات مع عدم السفراء وكان لديكم موقف واضح ان ما حدث في عدن وخيانة للشرعية ماذا كان موقف الحقوق الرئاسة وموقف ايضا الجانب السعودي طبعا الرئاسة موقفها من موقفنا من موقف كل اليمنيين انه ما حصل انقلاب متكامل اركان ويجب تصديلها على كافة المستويات وكان موقف الدول الدائمة العظيم بواسطة سفراءها في اليمن انه هذا الذي حصل مدان وحتى السعوديين حينما الملك سلمان ولي عهده حينما قابلهم الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة في مكة كان موقف الملك انه في خلال خمس ايام لابد ان تعود الدولة الى عدم من ثم تم دعوة محمد بن زايد وتفتقت الاذهان عن اتفاق الرياض محادثات جدا التي انتهت في الرياض باتفاق الرياض طيب يعني هل نستطيع ان نقول ان الموقف السعودي كان غير موافق وانه تأثر بالموقف الاماراتي يعني هل بمعنى ان الامارات هي من تقود الموقف التحالف في اليمن هو كما يبدو انهم اقتسموا الدور في بداية العاصفة ان الامارات تقتص بالمحافظات الجنوبية والسعودية بالمحافظات الشمالية واشتغلت الامارات بكل راحة في المحافظات الجنوبية شكلت الميليشيات من النقاب واحزنها الى اخر وبعد ان اسقط الفريق الذي يمثلها في الشرعية المثل بحاح وزبيدي وهاني بنبرك يعني اسست المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي واشتغلت بكل اريحية نحن كنا نصرخ مش نشتكي ولا نتكلم بل نصرخ يا شقة انا في المملكة العربية السعودية ما يحصل في المحافظات الجنوبية هو بناء كيان سياسي وحسكري موازي للدولة وهذا سينتهي بصراع دموي شرس هذا ما حصل طبعا لا ندري ما هي الاسباب التي جعلتهم لا يتحركون لا يستجيبون لهذه النداءات نحن لا نريد ان نقول اخوتنا للسعوديين متواضعين ولكن هم تركوا الامور هم شركاء في المدينة تركوا الامور تسير على ما سارت عليه وانتهت بسقوط مدينة عدن لما يكون التحالف جاي ليساعدك ويقف الى جانبك لاستعادة صنعة عاصمة البلاد وفي ظل التحالف وبالميليشيات اللي خلقها التحالف ممثل بالامارات تسقط العاصمة الثانية عدن نعم يعني امر بقدر ما يثير الاستياء والغضب والحنق يثير السخرية في يوم عشرة وصلت قوات من شبوة وكانت على ابواب عدن تم قصفها وتم ارتكاب مجزرة كبيرة في حق الجيش اليمني على ابواب عدن لماذا لم يسطر موقف حكومي واضح من هذه الجريمة هو في الحقيقة فوجئنا جميعا انه الامارات العربية المتحدة في طيرانها لانه الميليشيات اللي موجودة في عدن قد هرب معظم قيادات تائلة من مناطقهم فحينما لم يصل الجيش للعالم طلاعه الوقت دخلت الى خور مكسر نعم حينما تقوم الامارات باسراب من الطائرات وطلاعات متعددة في قصف الجيش الوطني وهي معروف منطقة العالم صحراء كثبان لا تستطيع العربات ان تمر فيها وايضا لا زالت حقول الالغام التي زرعها الحوثيين موجودة ولا يقدر غير الخط الازبلتي وعندما تقوم متضرب هذا الارتال يعني كان امر يعني انفاجئ بشكل كبير جدا الامارات دخلت الحرب ضد الشرعية التي جاءت من اجل نصر التال فحصل نوع من الارتباك حصل نوع من ان العدام كأن الشرعية او نحن جميعا اصبنا بضربة افقدتنا انعدام الوزن صرنا في لحظة انعدام وزن عدم تركيز في البداية معقول الاماراتين يعملوا هكذا صحيح نحن عارفين انهم انشاءوا الكيان هذا العسكري الموازي والسياسي لكن احنا كان بظننا انهم سيكتفون باستخدام هؤلاء للصراع مع الشرعية لم نكن نظن انهم بايصل بهم الحال الى استخدام السلاح الجو والامارات لكن عندما خرجنا الى الرياض اجتمعنا في السفارة اليمنية في الرياض واصدرت الحكومة بيان قوي جدا حملت الامارات فيه المسئولية ونددت بما فعلت وطالبت بعفاها من التحالف العربي كان هذا بيان للحكومة واضح اعتقد هذا موقف من الحكومة كان على مستوى المسئولين الحكومة الاماراتية او الجانب الاماراتي رد على بيانكم واتهم انه ما حدث حق مشروع وانه استهدف ارهابيين وبالتالي هو يصنف الحكومة حكومة شرعية بانها حكومة للارهابيين وبالتالي القوات التابعة عليها هي قوات ارهابية هو عذر اقبح من ذنب اذا كان هذه الحكومة ارهابية والجيش الوطني ارهابي والشعب اليمني ارهابي ليش جيتوا بالضبط جيتوا تقفون مع من هم جاءوا بدعوت الحكومة الشرعية وبدعوت الرئيس هادي وجاءوا لمساعدة اليمنيين في استعادة صنعه وانهاء الانقلاب الحوثي لم يفعلوا شيء من هذا الجيش الوطني تعرض للضربات متعددة في نهم وفي السرواح وفي العبر وفي اماكن متعددة من الطيران الاماراتيين السؤال الذي يطرح نفسه انه نحن صبرنا كثيرا على الاماراتيين فلماذا يعني لم يستشعروا فداحة الخطأ الذي يتكبونه في حق الوطن اليمني في حق الدولة اليمنية في حق الشرعية اليمنية هذا امر لا يقتفر ان يأتوا حلفاء ويتحولوا الى اعداء لكن هناك من يقول ان الموقف الرسمي سواء بعيدا عن الحكومة او موقف الرئاسة موقف البرلمان لم يكن بالشكل المطلوب لاحظنا في توقيع اتفاق الرياض ان الرئيس هادي يمشي ويده في يد محمد بن زايد كيف يمكن لرئيس قتل الجيشة وعلى يد هذا الشخص ان يمد يده للسلام معه هو اشوف الحكومة عملت بيان واضح وصريح وكان موقف جيد نعم مجلس النواب يبدو الرئيس مجلس النواب كان متحفظ لا ادري انا ايش خلفية الامر لكن لم يكن لم يكن على مستوى ما حصل نعم الرئيس نحن نعرف وضعه في الرياض ولكن انا من خلال احتكاكي بالرئيس بالرئاسة يعني بمؤسسة الرئاسة بشكل عام رغم انها مؤسسة صغيرة الحجم هم موقفهم من موقفنا وهم موقفهم من موقف اليمنيين جميعا في قيود مفروضة في موانع في احجار عثرة في صعوبات صحيح هذا لديهم كله ونحن ان كنا قد في الماضي قد قلنا انه نحن بنصبر لكن الى متى ايوة الى متى ان طالت الفترة واستمر هذا السلوك على ما هو عليه انقبلناه نحن قد يرفضه الناس يرفضه اليمنيين جميعا طيب اتفاق الرياض هل ما زال قابل للتنفيذ ام انه سقط من اول يوم او انه ولد ميتا كما يقال اتفاق الرياض هو استمرار للمعركة العسكرية بوسائل سياسية افراق الشرعية من كل النقاط قوتها ومراكز قوتها وتسليمها لعناصر ترضى عنهم الامارات واعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية بواسطة هذا الاتفاق هذا هو جوهر اتفاق الرياض فيه الفقرة الاولى التي فيها ان يسلموا السلاح الميليشيات اللي بعدا وتنسح بالالوية اتبعهم من عدم هذا هي اللي اللي كانت فقط وانا اظن الاخوة السعوديين كانوا لانه لا بد ان يقدم شيء للشرعية بالمقابل يعني ضغطوا بهذا الاتجاه هذا الاتفاق اللي يضرب الشرعية واللي يفرقها من الداخل مع هذا لم ينفذوا النقطة الاولى التي تتعلق بتسليم السلاح وتشكيل قوة مشتركة على فكرة يعني عدن هم مرافضين دخول الشرعية اليها ولكن دخول اللوية الاول حرص رئاسي ومن ثم تشكيل قوة امن ومشتركها من الطرفين هذا ما نفذوه حتى اللحظة ولا اعتقد انه مسئلين السعودية هي الضامن لهذا الاتفاق ماهو موقفة وخاصة انه عدن الان تحت سيطرة القوات السعودية والامارات تقول انها انسحبت هل عمليا وفعليا انسحبت القوات الاماراتية من عدن وتم تسليم المدينة بشكل اساسي للجانب السعودي الاماراتيين انسحبوا كوحدات عسكرية من عدن اكيد يعني الان جاءت وحدات عسكرية سعودية وحلت مكانهم في المعسكرات لكن في ضباط اماراتيين موجودين باعتبار الامارات لا زالت طرف في التحالف القيادة المشتركة ايوة يعني في طائرات في قوات جوية لا زالت موجودة المشكلة الان انه اقتربنا من خمسين يوم على هذا الاتفاق والسعوديين موجودين في عدن والميليشيا وقايد الميليشيا يعملوا بروتوكول يعملوا كرئيس دولة وهذا لم يحصل حتى في ايام الاماراتيين نحن ندرك انه في صعوبات اكيد بات واجه تنفيذ اي اتفاق لكن السعوديين بيدهم الامكانيات اذا ما اوقفوا المرتبات والاعاشة والمخصصات التي تستلمها هذه الميليشيات انا متأكد انهم اليوم الثاني سيخضعوا وسيعودوا الى المعسكرات التابعة للتحالف وسيسلموا هذه مصلحة السعودية في السماح لعيدروس الزبيدي بانتحال صفة رئيس دولة وايضا باستمرار السيطرة وفرض الامر الواقع على المدينة انا لا ادري يمكن توجيه هذا السؤال للاخوة السعوديين يعني ليش كلنا نسأل هذا السؤال هل تستطيعون العودة الى عدن انت كسالح الجباني وزير الناقل او وزير الداخلية نحن هم هم عاملين فيه على عودتنا لكن اقول لك حتى لو عرضوا علينا العودة والميليشيا لازالت تحكم عدن لن نعود انا شخصيا لن نعود كيف نفهم عودة رئيس الحكومة هل نستطيع ان نقول ان الرئيس الحكومة تخلى عن مسؤولية الدستورية وايضا خالف اتفاق الرياض بانه يمثل الحكومة اليمنية ولا يمثل وليس مجرد السكرتير للسفير السعودي او حتى يعني محلل لاتفاق الرياض والله نحن لا نرضى للدكتور معين عبد الملك رئيس ميجلس الوزراء بهذا الحال الذي هو فيه حاليا الذي يعطي الانطباع ان الاتفاق الرياض ينفذ منفذ او مستمرين في تنفيذه لا يوجد اي تنفيذ لهذا الاتفاق ووجود الرئيس الحكومة في حاجة انه حالة نشاز بشكل كامل نعم نحن نتمنى ان يعود الى الرياض لان البقاء بشكل طويل نعم يؤكد على الاعتراف بهذا الميليشيا و بالانقلاب شرعانا الانقلاب و بالانقلاب نعم ومن قبل من ومن قبل رئيس الحكومة نعم هل ستعريش هذه وهذا 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 سلوك يضرب يضرب الموقف الوطني بالصميم نحن يعني في البداية قلنا انه هذا تنفيذ الاتفاق عودة رئيس الوزراء هو تنفيذ الفقرة الاولى من مبادرة حسنية من اتفاق رياض نعم نعم لكن ان يستمر هذه الفترة الطويلة في عدن في ظل الرفض الانقلابيين لتنفيذ ولو حرف واحد من هذا الاتفاق هذا يعني يجعل هناك ضلال من شك على هذا الوجود الرئيس هذه اكثر مرة يقول انه لن يتم الانتقال لتنفيذ الاتفاق ما لم يلتزم الانقلابيين بالبلود الخاصة بالانسحاب وتسليم الاسلحة وغير ذلك هل موقف معين يناقض موقف الرئيس هل الرئيس لا يستطيع قالت معين عبد الملك والله انا لا ادري ما هو الجو الداخلي في مبادن الرئيس ورئيس الحكومة لكن اعتقد الرئيس لا يرضيه هذا الوجود الرئيس الحكومة في عدن وبالتأكيد سيستدعيه نعم طيب اذا متمنى ان يحصل هذا اذا ذهبنا لتحركاتكم انتو كحكومة ذهبك انت الى الكويت و الى تركيا وزير الداخلية ذهب الى عمان هذه تحركاتكم هل تصب ضمن السياق تحركات رسمية بموافقة اذن الرئاسة بالحكومة اما انها تصرفات او تحركات يمليها عليكم شعوركم باهمية عن التحاول والخروج من الحصار المفروض من قبل التحارف والله نحن وزراء في الحكومة مسؤولين في الدولة واجهنا الانقلاب في عدم واجهنا متطلبات المعركة في الميدان فلذلك نحن نرفض الارتهان يعني في طوق معين نعم اذا كان المملكة العربية السعودية قد خلال اربع سنوات تشتغل الامارات على بناء هذا الكيان الموازي العسكري والسياسي لضرب الشرعية وهم يتفرقون في الأخير ضربونا في عدن واخرقونا منها بالقوة العسكرية وسقطت عدن بعد سقوط صنعة هنضل في هذا الطوق السعودي الاماراتي بس إلى متى بعدين يخرجونا من حضربون يخرجونا من شبو يخرجونا من كان لابد من توسيع الدائرة والذهاب للأشقاء والأصدقاء الذين يرحبون بنا ويبدون استعدادهم لمساعدة الشعب اليمني على الأقل يعني يفتحون لنا الأجواء ويعيدون تشغيل المطارات حقهم المواطنين العابرين من وإلى اليمن الإغاثة الإنسانية الدواء الغذاء نحن شعبنا يموت والأشقاء هؤلاء يعني حتى الإغاثة صار فيها استهتار عظيم كلما آتوا بخمسة قطة نرز قابوا عشرين صحفي يعني أوصلون إلى درجة من الهيانة لا يقبلها إنسان لا يقبلها إنسان على حيوان ما بالك شقيق على شقيق نعم طيب أنتو كيف تستطيع أن تدعو الآخرين لمساعدة اليمنيين ومزالت المنافذ المطارات الموانئ الدخول والخروج إلى اليمن ما زال متحكم بهم قبل الإمارات والسعودي الموضوع هذا تم نقشتها أكثر من مرة في اجتماعات معهم أنه هذه الآليات التي وضعت للرقابة على السفن والطائرات والشاحنات التي تأتي من بالبر وأنه يعني تخضع هذه كلها للتفتيش والرقابة وتمنع مواد لا حصر لها من الدخول إلى اليمن كل هذا نقشنا في اجتماعات متعددة وطرحنا أنه ما يجري هو حصار على اليمن وهذا الحصار يضر المواطنين البسطاء أما الحوثيين لم يتضرروا سنة أولى صفر صواريخ وصفر المسيارات سنة خامسة عشرات المسيارات وعشرات الصواريخ يعني هذه الآليات لم تمنع التهريب بل أصبح التهريب وكأنه يأتي بالطرق المعروفة يعني من يعني عبر هذه السواحل والمناطق التي تسيطر عليها الإمارات السؤال الأساسي كما طرحنا هو هذه الآليات تضر الشعب اليمني بصراحة كان ضباط الجيش السعودي متفاعلين مع هذا الطرح وطرحه أنه نحن يعني نؤكد على مراجعة هذا على مراجعة هذه الآليات لأنها فعلا بتضر الناس بتضر اليمنيين زيادة عدد الرحلات الجوية مطلوب عدد تفتيش السفن إلى ميناء عدن مطلوب توسيع المنافذ البرية وتسهيل حركة للناس مطلوب لكن المشكلة لما بالمملكة لما يصطل أمر للمستوى السياسي يتوقف كل شيء يعني تتلق الأمور وتبرد طيب ذهبتم إلى عمان الموقف العماني هل الموقف العماني ينسجم مع موقف الحكومة أم أنه موقف أيضاً له مصالح الخاصة في المهرة في السقطرة باعتبار أن هناك من يقول أن عمان ترى أن المهرة هي امتداد لها وهي يعني أحد البوابات التي تأمم عدم حصارها من جميع الأطراف من قبل السعود والإمارات عمان دولة شقيقة ودولة جارة لدينا حدود مشتركة والعمانيين ليس لهم أطماع في اليمن ولم لم نسمع هذا ما بلك يحدثونا هم بهذا الأمر العمانيين قالوا نحن على مسافة واحدة من كل الأطراف اليمنية فتحنا عمان للكل أن يأتوا إلى هنا للإقامة أو للسفر عبر عمان وسهنا اليمنيين كثير من الأمور باعتبار اليمن يمر حاليا بوضع صعب جدا ولم يعد عنده منفذ غير منفذنا نحن والمنفذ السعودي والسعودية جزء من التحالم وقالوا أن مهمتهم الأساسية هي دعم مسيرة السلام بين الأطراف اليمنية وأنهم مستعدين لمعاودة المضي في هذا المسيرة السيومية هل هناك وساطة أو جهود محاولة عمانية للتقريب بينكم وبين الحوثيين أو بينكم بين المجلس الانتقالي وبينكم بين أي أطراف أخرى؟ كحكومة شرعية؟ بالنسبة أننا نحن حينما ذهبنا إلى مصقب طرحت الفكرة بشكل عام أننا نحن مستعدين لعادة تفعيل المحادثات والحوار لكننا نحن طرحنا أنه هناك مسار هذا المسار يقول أنه في قرارات مجلس أمن دولي في التزامات لابد أن تنفذ من قبل الميليشيات الحوثية وهذه المسيرة التي بدأت في الكويت وفي مصقط وفي ستوك هولم وفي جنيف هذه تبضي حسب الحددات التي تتفق عليها الطرفين من قبل يعني نحن لا نخلق شي جديد في السؤال الأخير في هذا الموضوع أنت تحدثتم عن تشكيل جبهة وطنية لمقاومة الإمارات التي تكون رديف أو بديل للسلطة في حال وضع العديد من القيود بالنسبة للحكومة الشرعية ما هي الفكرة وما هي آفاقها وإمكانية تحقيقها أو هل نحن فعلا نحتاج للجبهة وطنية أو نحتاج لاستعادة الدولة بأدوات الدولة وليس من خارج الدولة لا هو أشوف لما نحن معنا دولة في المنفى ومعنا قيادة تتعرض للضغوط الشديدة جداً كل حين وتحركنا تحكمها قيود كثيرة ووضعنا الداخلي بعد سقوط عدم بأيدي الإنقلابيين صار أشد تعقيداً وصعوبة لابد من إيجاد رديف للشرعية من الشرعية من جهاز الدولة نفسها من القيادات السياسية والبرلمانية والشهروية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمكونات الإجتماعية مثل القبائل والمدن وغيرهم كل هذا النسيج يعني يجتم عرموزه ويتفقوا على هذه الجبهة لمواجهة المفاجئات نحن لننشأ هذه الجبهة لنحارب بها أحد للدفاع عن أنفسنا نحن ليس لدينا قدرة لمحاربة أحد متى سيتم الإعلان عن هذه الجبهة؟ هذه الجهود لازالت جاريها للاستكمال الخطوات المطلوبة وعندما نستكملها أكيد ستعلم أين ستكون؟ أولا لابد من الإعلان عن لقنة تحضيرية ولقانة تنظيمية وإعلامية وتنظيمية وغيرها بعدين لقنة تحضيرية تضع الخطوط العامة للتحرك ومن ثم أقترحنا أن يعقد مؤتمر يمني عام يعقد في مارب في عتق بشبوة في سيئون في أي مكان بالمهرة هذا المؤتمر تخرج من هذه الجبهة لكي تكون ممثل سياسي لكل اليمنيين ورديف للدولة ورديف للشرعية وتحشد المجتمع في هذا المعركة الوطنية الكبرى حتى تحقيق الانتصار يعني الآن هناك معركة بمسارين مسار ضد الإنقلاب التي تقودها الإمارات ومسار ضد الإنقلاب الحوثي باختصار المعركة هل ترون أفقها سينتهي قريبا في أقل من دقيقة؟ نحن لا نستطيع نحارب الحوثي ونحن يعني الخناجر في ظهورنا من الخلف لا بد من إسقاط الإنقلاب في عدن أولا ومن ثم يتجه اليمنيين بعد تصوية المناطق المحررة من كل أشكال الميليشيات نتجه اليمنيين جميعا نحو إسقاط الإنقلاب في صنعها وهذا متيسر جدا إذا ما انتصرنا على أشكال الميليشيات المختلفة التي أسستت الإمارات وعلى تعبيرات السياسية وعلى رساء ما يسمى بالمجلس الانتقالي نتمنى لكم التوفيق مع الوزير داهمنا الوقت وكان أبودنا أن نتحدث أكثر شكرا جزيلا وكانت بالقيسة العبدور مهم جدا وهي تعتبر من القنوات الأولى المشاهدة في اليمن هي تنقل آلام وجراحات وواقع اليمنيين بكل صدق وبكل صراحة وتعيش مع الناس ومع واقعهم المتغير والمتحرك نتمنى أن يستمر التواصل بيننا وبينكم ونشكركم على هذا الجهد ونحن دائما نقول أن المعركة الإعلامية تتوازم على المعركة العسكرية والعمل على الوعي كالعمل على الخنادق وعلى المتارس شكرا أخيرا شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين في اختمام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني والشكر كذلك لجميع متابعينا نلقاكم في حلقة القادمة في أمان الله اشتركوا في القناة